السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والحافظ للن والتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وولاه أما بعد وإنه لا يسعدني في هذه المناسبة السعيدة أن أدعو الإخوة ومشاركة الاجتماع العالمي لوحدة الأمة الذي سيؤقضه في ولاية فلانت الملدية وكان هدف الاجتماع لتقوية سهو الأمة الإسلامية المتشددة في هذا العصر الذي يحيط بالأمة خضايا وشيكة خضايا داخلية وخارية فأم الداخلية تهشدت صف المسلمين على حسب مخططات استعمارية استعمارية جديدة لوجود تصالم بين الأمة الواحدة حتى تنسى قضية الأمة وهي قرية الأمة قضية فلسطين والأقصر والأقصر وهناك محاولات لتحميش قضية فلسطين في مواجهة الصهيونية العالمية التي تشكل العذاب الجديدة تحاصل المسلمين من كل جانب من كل جوالب وكان الاجتماع كمحاولة لنعوة خادة العلماء والعاملين بالحق للإسلامي للمناقشة والحوار لتكون مقدمة لدقوة الرجوع إلى الإسلام من جديد الذي هو مصدر وحدة الأمة قبل قرون لا سيما في القرون الزهبية عندما كان المسلمون قادة للعالم رغم الصغري هذا الاجتماع من حيث شكله ولكن نرجو البركات من عند الله سبحانه وتعالى ستكون مقدمة أولى للمستقبل إن شاء الله وأخيراً أدعو الإخوة حول العالم ليكونوا معنا في هذا الاجتماع على الأقل نرجع إلى الأخوة الإيمانية وبعدها أعمال كثيرة إن شاء الله والحمد لله